قام وزير البترول والسروة المعدنية طارق الملة بافتتاح محطة التموين المتكاملة غاستاك لتموين السيارات بالغاز الطبعي وذلك بمنطقة واسط البلد بالقاهرة جاء ذلك في إطار الخطط القومية للدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي استكمالاً للخطة اللي بدأناها في التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي المضغوط كجزء من الخدمات المؤدية للمواطنين كوقود بديل من ضمن الاختيارات للعملاء وقائد السيارات يبقى عندهم بنزين وعندهم سولار وكمان عندهم غاز طبيعي فيبقى ميزة الغاز الطبيعي إنه هو زي ما اتفقنا إنه هو سعره أرخص وكانت الفكرة إن إحنا نحاول نخلي كمان إنه هو متوافر في كل المحفظات وفي كل الطرق وفي كل المحطات زي ما بندخل محطة بنلاقي بنزين 82 و95 ومنلاقي سولار كمان عايزين ندخل نلاقي غاز طبيعي ده اللي إحنا بنعمله وبناء عليه في آخر ثلاث سنين الحمد لله باستهداف ألف محطة الحمد لله إحنا النهاردة نقدر نقول إن إحنا الألف المحطة خلاص اتحدده وبنشتغل فيهم كله النهاردة إحنا يمكن تجوزنا 750 محطة شغالة بتقدم خدمة غاز طبيعي مضغوط للسيارات في كل محافظات الجمهورية التحويل عندنا حاليا دلوقتي عندنا مركز التحويل منتشرة على مستوى الجمهورية الكامل ما حدش بقت متيسرة جداً العربية أثناء التحويل بتعود لها من ساعتين لتلات ساعات عملية التحويل الأساسة نحنا بنضيف حاجات ما بنشلش حاجات من المكنة والتحويل العاميلي بتبسط جداً بيمشي بنزين زي بيمشي غازة كأنه بنزين بالزبط فيش أي مشاكل خالص العربية سلاسة في الأداء زي طبعاً موزات التحويل اللي احنا عرفينا كلها موزات التحويل بتاعت الغاز التوفير حول التلت القيمة بتاعتها بتوفر بتوفر حول التلتين والتلتين بتشتغل بيه في الكواقود الموضوع موسر جداً واللي بيحول فعلاً غاز ما بيتلاش أي مشاكل خالص 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 في عملية التحويل الغاز زي الريط للبنزين بالزبط ويوفر أقل في الماشي وفي كل حاجة وفي استهلاكه التأثير بتاع الغاز كويس جداً هو زي وزي البنزين بالزبط ما فيش أي فرق وفي نفس السرعة وفي نفس السحب وفي نفس كل حاجة والخدمات متوفرة جداً هنا في المحطة والدنيا كلما متوفرة وطاقم الفنين هنا كويسين جداً يعني وقتها بنحتاجهم بنلاقيهم موجودين في المكان معنا هنا والدنيا تمام